زي غيرهم من النجوم بيسألوا على كابتن باد رجب ويجوا ظروف النادي شوفنا النني من فترة جي زارك في قطاع الناشئين في النادي الاهلي تبقى سعيد باللحظات دي؟ يعني في الاول بتبقى الموضوع بالنسبة لك صعب شوية هل الولاد دول حيفتكروك بعد ما يكبروا وبيقوا من جوم؟ لكن كان التنبؤ من صغرهم والرهان عليهم من دول يعني انا حتى ما كنت ببقى معاهم بقولهم انا بشوفكوا في استادة الكاهرة وما شوفكوش في النادي الاهلي السادة الكاهرة ده اللي بيلعب فيه المنتخبات بتخلوا بالحلم بتاعه للنحظة الحلوة فالمنتخبات الوطنية والفريق الاول في النادي الاهلي فكنت متنبؤ لهم من هم صغرين هم بحاجة كبيرة جدا لكن هم لعيبة عندهم اصل كبير جدا يعني كلهم بياخدوا رأيه في كل حاجة في كل حتى في تنائلاتهم حتى في الاندلة هيروحوها الفترة الاخيرة اما كان عندي بعض التعصرات وكده جمزروني وكلهم سألوا عليا في تليفون وفيهم ناس جاءت للمكتب في النادي اما ابتدتها تعافها شوية لكن اللي انا عايز اقول لك كابتن ان النادي الاهلي بيتعامل حتى مع ابناءه ان احنا دول ولادنا ودول عيلة من العيلة بتاعة النادي الاهلي من قوام النادي الاهلي من هم ازواجين حتى لو خرج من النادي الاهلي بيرجعلك ويقول لك كابتن نروح انا نادي لان احنا بنرب فيهم الشخصية بنرب فيهم الانتماء والانتماء ده مش للنادي الاهلي بس احنا بنقلي انتمي للنادي الاهلي وللمنتخب الوطني المصري بالتالي كل لعبتنا الحمد لله اغلب لعبة المنتخبات في الوطنية بتبقى من النادي الاهلي انه بتربع على ازاي بقى مخلص ومنتمي لبلده والنادي فدي حاجة كويسة في الولاد بتوعنا بصراحة يعني هنروح لاخر تجربة كان من ايام قليلة مجموعة من اللاعبين الافارقة خاصة من غانا لعب من السنغال تم الاستعاني بهم في قطاع الناشئين عين الكابتن بدر رجب العين الحلوة اللي بتنتاق اللاعبين مميزين ازاي شفت التجربة دي كابتن بدر وازاي شفت اللاعبة اللي جات عن طريق لكابتن هاني رمزي والسكاونتن والنادي الاهلي اولا قالي نحاق مجلس الادارة اللي بيفكر في مستقبل النادي الاهلي ومشارة اللاعبة دي تبقى للنادي الاهلي بس ممكن تبقى تدخل داخل النادي الاهلي فده استثمار في اللاعبة الافارقة ودي حاجة جديدة وتمالي النادي الأهلي بمجلس إدارته طبعا وعلى رأسهم كابتننا الكبير الأسطورة كابتن محمد الخطيب بيفكر في مستقبل النادي الأهلي إزاي يبقى فيه مداخل للنادي الأهلي من خلال تجربة فريدة من نوحة أن أنت تجيب لعيبة صغيرين ويبقوا موجودين جوة النادي الأهلي عشان تستعين بيهم فريد أول أو تعملهم استثمار للنادي الأهلي فده تجربة فريدة جدا مبسوط بها جدا أن الأولاد اللي جواهم لعيبة كويسة جدا مميزين فيهم اتنين لعيبة احنا اخترناهم أو تلاتة لعيبة مميزاتهم ايه؟ يعني سامول وصلهم جدامه هاجم شارس جدا متحرك بيلعب يجريل اتنين ما بيسبش المدافعين يلعبوا براحتهم بيضغط على أي مدافع موجود بيلعب من أنصاف الفرص بيقدر يهدف عنده مرونة ورشاكة جرع عادية أفريكي طبعا عنده سرعات تفوق أي حد فبالتالي شد انتباهنا من أول ما ده بالنسبة للمهاجم اه بالنسبة للمدافع المدافع عنده فكرة كويس جدا بيبتدي من وراء يعني في بناء اللعب في كرة الحديثة اللي موجودها دلوقتي أنت تعمل بلدنج أب كرته سليمة جدا 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 اشتراكاته استخلاصه لكرة شيك جدا من لعبة الشيك جدا بتوع زمان بقى اللي هم اللي بروهات بتاع الزمان اللي بتلعب كرة وهو بيلعب انت قلت شبه الغزاء لبرابيوس فعلا شبه الكابتن المرحوم والعظيم الكابتن مابلوس اللي كان لبرابيوس مصري وناد الزمالك والولد عنده شركات في الكوار العالية سواء في ناحية الهجمية وناحية الدفاعية بيستخلصها كويس وبلعبها كويس بالتالي وعلينا الاختيار ان احنا نبقى الاتنين دول موجودين في النادي الأهلي طبعا السكاوتين كابتن هنر رمزي كان راح في أفريقيا وجاب اللعيبة دي وبنشكره يعني اللعيبة كويسة ان شاء الله يبقوا مبشرين ويبقوا موجودين ويبقوا عاون للكتاع الناشئين أو للفريق الأول ان شاء الله الفترة القادمة اللي اتنين لعيبة موليدة 2006 ايه هيتم الاستعانة بيهم الفترة جاية مع فريق 2005 مع كابتن حسن محمد في دورة 2005 ولا دورة 2003 ولا ممكن يستعين بيهم في اللي اتنين حسب متطلبات الفريق ولا فكري كابتن بدر هيكون ايه مع المدربين لا هم مبدئين هلعبهم في 2005 و2003 مع الفريتين مع الفريتين يعني مبدئين هلعبهم هنا وهنا على حسب ظروف المولاد أو القوة الفري المنافس لان الولاد عندهم شغف جريب جدا ان هم عايزين يزبط وجودهم وده انا لمستهم من خلال التدريبات اللي هم بتمرنوها يعني بيلعبوا بس لعيبة جاية عارفة هي عايزة تعمل ايه وعايزة تحترف من صغرها بدري اوي وجاية نادي كبير اكبر نادي في افريقيا نادي الاه المسمع في العالم كله بالتالي هم عارفين هم جايين فين وبيحاولوا يحافظوا على المكان ده عايزيني يخش بسرعة جدا وده عجبني فيهم ان هم عندهم اسرار وعزيمة قوية جدا تناسب اسقوب النادي الاه التجربة